هنا نقول من باب الأيسر على المسلم والأسهل بتوفيق الله أن يحدد شهراً أو تاريخاً معيناً في العام يعتبره وقت وجوب الزكاة والموظفين الذين لديهم دخل متفاوت وعلى فترات متفرقة حسب الأشهر فكيف يعرف ما تم عليه الحول وما لم يتم عليه الحول هنا نقول من باب الأيسر على المسلم والأسهل بتوفيق الله أن يحدد شهراً أو تاريخاً معيناً في العام يعتبره وقت وجوب الزكاة فما كان حال عليه الحول يخرج زكاة الواجبة وما لم يحل عليه الحول يعتبر في حكم الزكاة المعجلة فمثلاً نقول حدد أول رمضان من كل عام لإخراج الزكاة مالك تحصي جميع ما لديك في الحساب سواء مما ادخرته في رمضان الماضي وبعده أو فيما حصلت عليه من رواتب أو إجارات أو نحو ذلك قريباً فتحصي هذا المال جميعاً وتخرج الزكاة منه ما كان قد وجب حوله وحال حوله فهي الزكاة واجبة وما لم يحل عليه الحول فتنوي تعجيل الزكاة حتى لا تجيب الزكاة عليك إلا في تاريخ رمضان المقبل في بدايته وبهذا تطمئن إلى أنه لا زكاة عليك مستقبلاً إلا إذا جاء أول رمضان من السنة القابلة اشتركوا في القناة